وإلى أخبار سوق المال حيث أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم على تراجع جماعي بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين والأجانب في حين اتجهت تعاملات العرب إلى الشراء وفقد رأس المال السوقي نحو 4.2 مليار جنيه حيث أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 على تراجع بنسبة 1.5% وهبط مؤشر الشركات الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.8% ترجمة نانسي قنقر